عندنا سؤال قبل الأغنية عن الثغافة ونجي تاني راجعي لنفير عند الدكتور طبعاً الثغافة بتاعت العمل الطوعي دي زي ما قلت تأكله دي أنه هي ثغافة نابعة من المجتمعات لو المجتمع يتربى على العمل الطوعي تلقائياً بتلقى كل الشباب مياخدين المبادرات دي وبعدين بيدعموهم الناس الكبار لأن الناس مرد بالتجربة دي وعرفت معناها وعرفت الفوائد الفيها فبيدعموا الشباب ففي معظم القرى أو المدن أو حتى في الجامعات بتلقى أي عمل طوعي بيقودوا كبار الناس في الحياة وفي الجامعة ليه؟ لأنهم دي العارفين معنى العمل الطوعي وعارفين الفائدة منه فبيوجهوا الشباب التوجيه الصحيح وبيدوهم يعني كل المؤشرات اللي بتخليهم ما يدخلوا في مشكلة أو ما يعملوا شيء مخالف لا مخالف للمجتمع ولا مخالف للقانون فالشباب طاغة صح لكن مرات بيكونوا عندهم سرعة في التنفيذ دائرين ينفذوا العمل طوالي بدون نظر العواغب بتاعته فكلما كان فيه إنسان كبير أو يشتغل في العمل الطوعي كثير بيكون عنده الفكرة الحقيقية وبيديها أو بيثقفهم عن العمل الطوعي ودي مهمة جداً زي ما قال دكتور بيرير لا بد من يكون فيه تدريب للشباب الدائرين يشتغلوا العمل الطوعي لأنه ما يكون عمل مفتوح كده رب من شعرات